الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم وأن يجمعنا بكم دائما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته ودار كرامته آمين اللهم آمين غافر الذنب سبحانه وتعالى يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء نسأل الله أن يغفر لنا وأن يرحمنا من سبل المغفرة أن يعترف العبد بذنبه ثم يطلب الصفحة والعفو الإنسان إذا أذنب لابد أن يعترف بداية بذنبه وأنه أذنب وأنه قد أخطأ ثم بعد ذلك يطلب المغفرة من رب العالمين سبحانه وتعالى كذلك فعل رسول الله موسى عليه وعلى رسولنا السلام سيدنا موسى عليه السلام كما قال الله تبارك وتعالى حكاية عنه ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلا هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فاغفر له إنه هو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى سيدنا موسى عليه السلام ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما طبعا في آية شبيهة بهذه الآية عدى كلمة واحدة وهي قول ربنا سبحانه وتعالى عن يوسف عليه السلام ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما بدون لفظ أو كلمة واستوى وذلك إن سيدنا موسى عليه السلام كان قويا زيادة عن سيدنا يوسف عليه السلام كانت عنده قوة زائدة عن يوسف عليه السلام احتاجت وصفا زائدا سيدنا موسى وكذا الرجل فقتله وحمل صخرة لا يحملها إلا عشرة من الرجال وقالت البنت يا أبا تستأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين قبل ما تقول إن أمين رغم من الأمان أهم قالت إن قوي فهنا واستوى ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجز المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها قيل هذا كان في وقت الظهيرة خلاص وقت القيلولة فالناس كلها نيمين من الحر والكلام ده أو في وقت العشي في آخر اليوم المهم أنه دخل في وقت يعني غفلة ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان في اتنين بتخنؤوا بتأتلوا هذا من شيعته يعني من بني إسرائيل وهذا من عدوه يعني من الفراعنة فالذي من شيعته نادى هذا الذي من بني إسرائيل وقال أدركني يا موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى سيدنا موسى عليه السلام وكز الرجل والوكز قيل هو الدفع بكلتا اليدين وقيل الدفع بالعصى اللحظ هنا أن سيدنا موسى مضربوش لا 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 هو وكزه زأه بس كده دفعه بكلتا يديه أو دفعه بالعصى لم يضربه فوكزه موسى فقضى عليه كان سبحان الله سبب يعني وفاة الرجل أو نهاية حياة الرجل فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان أي هذا الفعل من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين فذكر ثلاثة أوصاف للشيطان لعنه الله من أبرز صفات الشيطان إنه عدو هذا العدو مش يعني سيبك كده لا دعيزي ضلك مضل مبين أي عدوته ظاهرة ومع ذلك وكست الرجل فقتلته قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال ربي إني ظلمت نفسي قال يا رب أنا غلط أنا ظلمت نفسي بهذا الفعل فاغفر لي هللاحظ هنا حكتين غاية في الأهمية حاجة الأولى سيدنا موسى عليه السلام اعترف بذنبه قال قال ربي إني ظلمت نفسي كما قال آدم وحواء عليهما السلام قال ربنا ظلمنا أنفسنا إذن الإنسان حينما يخطئ لابد إن هو يعترف بالذنب طب هو في حد ما بيعترفش بذنبه آه وكتير جدا 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 في ناس تعمل الزنب بعد ما تعمله وقولك لا مش حرام طب يا أخي حرام اعترف إنه حرام يقولك لا مش حرام ده حلال علشان ويبتري كمان يعمل كارسى أكبر إن هو يبتري يحلل الزنب يا جماعة الزنب هذا أهوى من استحلال الزنب إنك تحول الزنب من حلاء من حرام لحلال ده كارسى أكبر من الزنب نفسه فلابد إن أنت تتنبه لهذا الأمر بعض الناس بيتحايل على الحرام علشان يبقى شكله حلال فما يعترفش بي يعني إيه ما يقولش أنا غلط لا كنت لقي واحد بيتعامل بالربة ليلة نهار طب يا عم حرام يقولك لا مش حرام من الزنب مش حرام لا حرام وإنت عارف إنه حرام طب إنت ليه بتعمله فيبتري إنه يتأول بقى أصل وأصل إنت عارف إن الاقتصاد بيتطور وأصل إنت عارف إن إيه من الرسول كان فيه حاجة والنهاردة فيه بقى نوازل وفيه حاجات جديدة وفيه مش عارف إيه وكلام من ده حتى من الطريف مرة يعني واحد مرابي صلى الله تعالى الهداية لأمثال هؤلاء يا رب الله يهديهم يا رب مرابي فراح المسجد فكان فيه سبحان الله درس يعني ده هو بتكلم هو واحد كده بقول له أنا عايز عشر تلاف سلف فالله إنت عارف إن العشرة يتسددوا عشرين الجنيب جنيه قال له طب الجنيه بخليها بنص لا مش عارف إيه فعدين بتفوضوا ثم قاموا إلى المسجد للصلاة فهم قعدين كان فيه كلمة خفيفة كده عن إيه عن الربا فالشيخ بيقول الربا والناس اللي بطلع الربا زيادة مشروطة على رأس المال لو طلعت جنيه أخدت جنيه حاجة ثبت عليه فأصبح مش عارف قعد بتكلم وعذاب المرابين عذاب أليم وأحل يتكلم عن عذاب أهل الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وكذا وكذا فرجعنا فبيقول له بعد ما رجعوا هتعمل إيه يعني تسمعت الشيخة هو قال له آه ديك سمعت يقول لك احنا نتعذب عذاب أليمه هو طيب إنت يرضيك هتعذب العذاب ده كله علشان الجنيب نص لا خليها الجنيب يجنيه فأنت إنت يعني آه تشايف هنتعذب قد إيه خلاص بقى أخذ حقنا يعني فبعض الناس مش معترف يستهين بالذن إحنا سبحان الله إيه اللي انت بتقوله أو اللي انت بتعمله بعض الناس بيلف ويدور علشان يقول لا ده ده مش حرم قبل قبل أن تطلب المغفرة اعترف بذنبك قول يا رب أنا غلط قول يا رب أنا خلاص ظلمت نفسي يا رب أنا فعلا مخطئ يا رب أنا ضعفت يا رب أنا كذا أنا كذا اعترف بالذنب ثم بعد ذلك المرحلة التانية بعد ما تعترف بالذنب إن انت تطلب الغفران لهذا الذنب الذي اعترفت به وكأن أولى خطوات المغفرة إن انت تعترف بذنبك غلط قول أنا غلط ما تقولش أصل وفصل ما تقولش تدور على مبررات للخطأ يبقى الخطأ هو الخطأ ولا يوجد مبرر أبدا للخطأ إنما خلاص غلط قول يا رب أنا أخطأ ويا رب اغفر لي فالله تبارك وتعالى علمنا ذلك في كتابه من فعل موسى عليه السلام قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فاغفر له فنحن أيضا نقول ربنا إننا ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا يا رب إنك أنت على كل شيء قدير أنت غافر الذنب سبحانك ربنا ما أعظمك وما أحلمك وما أكرمك يا رب اغفر لنا ذنوبنا واسترنا في الدنيا والآخرة غفر الله لنا ولكم أحبتي قول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم رحمة الله وبرك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة